بطلب رسمي من حكومة الوفاق الوطنية الليبية شنت مقاتلات أمريكية غارات على مواقع تابعة لتنظيم داعش في مدينة سرط رئيس حكومة الوفاق الوطنية الليبية فايز السراج أكد شن الولايات المتحدة لغارات جوية على مواقع لداعش في سرط استجابة لطلب تقدمت به حكومته إلى التحالف الدولي لمحاربة التنظيم قد قرر المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى لجيش الليبي على طلب دعم مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية لتوجيه ضربات جوية محددة لمعاقل تنظيم الدولة داعش في مدينة سرط وضوحية بالتنسيق المباشر مع المجلس الرئاسي وقيادة غرفة العمليات طيار الولايات المتحدة ليسوا بغرباء على ليبيا حيث أن الولايات المتحدة شنت في السابق هجمات جوية ضد أهداف محددة لداعش في ليبيا إلا أن الضربات الأخيرة تعتبر أول ضربات أمريكية تشن بطلب من حكومة الوفاق الوطني وتستهدف مدينة سرط التي لا تقل أهمية بالنسبة لداعش عن الرقة في سوريا أو الموصل في العراق اليوم وبطلب من حكومة الوفاق الوطني الليبيا شنت الولايات المتحدة غارات محددة على أهداف لتنظيم داعش في سرط بليبيا لدعم قوات هذه الحكومة في مسعاها لهزم داعش في معقلها الأساسي في ليبيا هذه الغارات تمت بأمر من الرئيس أوباما اعتمادا على توصيات قدمها له كل من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة الغارات الجوية التي استهدفت سرط تعد وفقا لوزارة الدفاع الأمريكية جزءا من الجهد الدولي لمحاربة داعش والعمل على القضاء على التنظيم عبر التعاون مع القوات المحلية ما يعني أن هذه الضربات ستستمر لدعم جهود القوات الليبيا التي تحاول استعادة السيطرة على سرط معقل التنظيم في البلاد وسيقتصر الجهد الأمريكي في ليبيا وفقا لمسؤولين على توجيه الضربات وتبادل المعلومات ما يستبعد وفقا للمسؤولين مشاركة أي قوات برية في القتال الذي تشهده البلاد شكرا